هذه الصور التي نتبعها الآن صور مباشرة لدخول قوافل المساعدات الإنسانية من معبر رفح إذن هذا هو الجانب المصري نتبع فيه الشاحنات التي تحمل علامة الهلال الأحمر شاحنات أخرى وصلت من دول عدة ومن مناطق مختلفة هذه شاحنات تحمل العالم المصري إذن هي من دولة مصر تدخل عبر معبر رفح ذلك بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية وتم بموجب هذا الاتفاق إدخال أطنان من المساعدات الإنسانية التي كانت موجودة في الجانب المصري من معبر رفح بانتظار موافقة الجانب الإسرائيلي لعبور هذه المساعدات الجانب الإسرائيلي كان يتلك ويرفض عبور هذه المساعدات إلى حين تم حلحلة هذه القضية ندخل إذن أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة الآن نتابع إذن كما نتابع الآن مشاهدينا تبدأ القوافل المساعدات الإنسانية الدخول عبر معبر غزة طبعا من المعروف أنه 11 يوما من الحصار لسكان أهالي غزة 11 يوما بدون كهرباء ولا ماء ولا وقود ودون القدرة على الوصول إلى أي مساعدات إنسانية عاشها سكان قطاع غزة بالكامل مليونين ونصف المليون فلسطيني في أوضاع إنسانية شديدة أصعوبة